أولاً القطع الخاص في التعليم لا يشكلوش عجلة لها تقريباً ممكن نقول خمستاش ونستل ستاش في المئة من التلاميذ هما في القطع الخاص ولكن وش القطع الخاص هو مواطن وغير مواطن؟ هذا هو السؤال الذي يطرح إلا قلنا القطع الخاص مواطن ستجسد فيه جميع العناصر ديال المؤسسة المواطنة إلا قلنا بأنه غير مواطن خسنا نقوله علاش من جميلة الأشياء اللي هو غير مواطن وعلاش وهذا النقطة اللي شارتليها الأستاذ بالشكل بحيث أنه هذا قطع تنافسي ولكن ما تيمناش على أن مجلس المنافسة يتدخل باش يدير أن أنت يقبال واحد المدى يعني هالحد الأقصى هالحد الأدنى أو على الأقل نتدخله في الحد الأقصى بسألة الثانية شنو اللي تيمنعه وزارة التربية الوطنية تدخل باش ما تبقاش عندنا قطع يعني مدارس في القطع القاس إليتيست ديال الطلائع طلائع ديال المعدلات بأنه الدين تالي ما جبتاش خبستاش غدارة ما هاتب إذن بأي صفة انتها كقطع خاص تتحكم في هذه المسألة هذه إذن أين دور الوزارة أين ندور الحكومة أين ندور السلطات في هذه المسألة هذه القطع الخاص اللي تيسمح لنفسه على أنه يجيب مدير غير في اسمية باش يأخذ الترخيص تيدير واحد مدير إنه أقل كلفة اللي ما عندوش مؤهلات إنه ينتمي لعائلته أو إلى آخره إذن هذه كلها أشياء بلا ما ندخل للمقرارات اليوم كين قطع خاص الذي لا يخدعه لمقرارات وزارة التربية الوطنية إذن واش هادوا ناس فوق القانون بطبيعة لحال المقرارات ديال وزارة التربية الوطنية ممكن تكلموا الإخوان على واحد المفهوم لفليكسيبليتي ممكن تكون فليكسيبل أنا متفقين ولكن كان حد أدنى وحد أقصى لهذا هذا القطع الخاص يعني اليوم اللي كنتشوف في الولايات المتحدة وفي بريطانيا على أن هناك أغنياء يوصونها بعد الممات ديالهم أو لاحتفل حياة ديالهم بأن التروة ديالهم كتبشي هاد الجامعة أو هاد المؤسسة تعليمية أو حنا ما عملناش مناش واحد هنا مني كتنقش معاه فهذه المسألة يقول لك الله هنا الصدقة باسترا لارا ما غا تصدقش علي الله يجزيك بخير أنت واجب ديالك مواطن أمتني وخصنا نعيد النظر في هذه المسائل ديال درائب ديال هذا القطع هذا إن قطع الخاص المواطن هو القطع الخاص الذي يساهم في ضخ مالية للدولة ممكن تكلموه بحل يقولتي أستاذ بالشقر هذا موضوع يعني خصو حلقة الأساتدة هذه اللي قلتنا رغيت كميلة الأشياء اللي ذكرها الأساتدة هذا هذا إشكالية يعني عميقة بكل صدق وفي النقاش في بعض الحالات هي عقيمة لأنه من ينصد لمن يتكلم ترجمة نانسي قنقر